اشتركوا في القناة وهذا التصريح سيضيف ضغطاً كبيراً على الحكومة الألمانية لأطاء الضوء الأخضر لعملية نقل الدبابات وبحسب محللين فالمستشار الألماني أولوف شولز هو من يحاول تأجيل هذه الصفقة على رام من الدعم المتزايد لمنح الدبابات للجيش الأوكراني من داخل حزبه الاشتراكي الديمقراطية وآخرين في الحكومة الاتلافية الحالية وإذا ما سمح المسؤولون في ألمانيا بنقل الدبابات ليو بيردوان فستنضم ألمانيا لعدد من البلدان الأخرى التي أرسلت أو أعلنت عن خطط لإرسال دبابات ومركبات مصفحة لأوكرانيا ومن غير الواضح كيف سيتم تدريب الأوكرانيين على تشغيل الدبابات أو صيانتها وكيف سيتم إنشاء سلاسل التوريد المختلفة ويأتي كل هذا بينما الجيش الروسي يشن هجمات كبيرة لتأمين أهداف مختلفة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وكانت شركة ماكسار تيكنولوجيز قد أصدرت صور أقمار صناعية تظهر مركبات مدرعة ومدفعية وشاحنات روسية في رطل بطول ثمانية أميال شرق مدينة خاركيف استعدادا للهجومة وبدأ أن القافلة كانت تتضمن مئات المركبات في المجمل وتتجه جنوبا نحو الخطوط الأمامية وقد نشرت صحيفة ألمانية تعليقات للرئيس التنفيذي لشركة راين ميتل بشأن أحتمال نقل خمسين من الدبابات القديمة لأوكرانيا وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن أولى دبابة يمكن أن تكون في طريقها لأوكرانيا في غضون ستة أسابيع من الموافقة على النقل وأن الأمر سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر لنقل جميع الدبابات للأوكرانيين وإذا تمت الموافقة الرسمية فسيتم إرسال الدبابات عن طريق شركة راين ميتل إيطاليا وهي فرع من شركة راين ميتل وهذا دليل على أن الدبابات في الأصل مملكة سابقا لجيش الإيطالية فالإيطاليون استخدموا هذه الدبابات حتى عام 2008 حين استبدلوها بدبابات أريتي الإيطالية صنع فعادة ما تضع الحكومة في بلين ضعى بتصارم على إعادة نقل أنظمة الأسلحة ذات الأصل الألماني من بلد أجنبي إلى آخر ففي الحقيقة المشكلة هي في الغالب السياسية فالألمان يحاولون أن يمسك العصى من الوسط في هذا الصراع وهم حارسون أن تبقى علاقتهم بالروز دون انقطاعا لكن في المقابل الضعط الأمريكي والأوروبي سيغير من هذه المعادلة كما يعتقد الكثير وليس من الواضح عن الوقت الذي قد يستغرقه في الواقع لتنفيذ هذه الخطة ففي الأشهر الماضية عمل المستشار أولاف على إرجاء اتخاذ القرار النهائية فيما يتم السماح للدبابات وعدد من مركبات القتال من طراز ماردر بإرسالها لجبهات القتال لأسباب عديدة وبالنسبة لليو بيردوان فقد تم تطويرها لتلبية متطلبات جيش الألماني خلال الحرب الباردة وتم قبول النموذج الأولي للخدمة في عام 1963 في عام 1963 تم ترشيح شركة كراوس مافي ووغمان لتكون شركة الرئيسية المصنعة لليو بيردوان وقد اخترت شركة ماك أوف كيل لتكون المتعاقدة الرسمية لتصنيع مركبات الهندسة والصيانة وقامت أيضا بصناعة بعض دبابات القتال بإجازة من شركة كراوس مافي تم تسليم أول إنتاج من ليو بيرد لجيش الألماني في عام 1965 فتوقفت شركة كراوس مافي ووغمان عن إنتاج ليو بيردوان في عام 1979 لكن تم استعنافه من كراوس مافي وشركة كروب ماك في أوائل عام 1981 لتلبية متطلبات كل من اليونان وتركيا وبحلول أوائل عام 1999 لم تعد ليو بيردوان أم بي تي موجودة في خدمة الخطوط الأمامية مع الجيش الألمانية على الرعم من أنها كانت لا تزال تستخدمها وحدات الاحتياط ينقسم هيكل الدبابة الفلاذي بالكامل لجزئين حجة الطاقم في الأمام والمحرك في الخلفة ويجلس السائق في مقدمة الهيكل على اليمين مزود بكوة وغطاء من قطعة واحدة يفتح إلى اليسار يوجد أمام الفتحة ثلاثة مناظير ويمكن استبدال أحدها في المنتصف من ظهر تكتيف الصورة للقيادة الليلية أما البرج المصنوع من وحدة واحدة مصهورة فهو منصوب في وسط الهيكل القائد والمدفعي يجلسان على يمين الملقم الذي يجلس في اليسار القائد والمدفعي مزودان بكوة أمامية تفتح للخلف القائد مزود بثمانية مناظير للرؤية الكاملة حول الدبابة أما مكان المدفعي فمجهز بمنظر بيروسكوبي واحد أما ملقم القذائف يمتلك منظران لمراقبة صحة المعركة ووضع على سطح البرج أمام الكوة التي أمام القائد بيروسكوبي تكبير من نوع TRP2A بتكبير 4 إلى 20 مرة ومثبت على حامل دوار ويمكن أيضا تحريكه يدويا ويتحرك بنفس زاوية تحرك المدفع ويستطيع القائد أن يشغل البروسكوبي بطريقة يظل المنظر في موضع محدد حتى تحريك وتغيير زاوية البرج أما في حالة المراقبة الليلية يمكن للقائد استبدال المنظر بمنظر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يجلس المدفعي أمام القائد وتحته ويتم تزويده بمنظر TEM2A لقياس المدى والذي يمكن استخدامه في الوضع الطابعي وفي وضع تكثيف البعد البؤري للصورة ويستطيع المنظر تكبير الصورة حتى 16 ضعفا وهو مرتبط ميكانيكيا بالبندقية ومزود بكاميرات لحساب زاوية الارتفاع كما أن المدفعية يمتلك أيضا منظر TZF1A مركب محوريا مع المدفع الرئيسي ويمكنه التكبير حتى ضرب تمانية ومزود بنظام حاسبي لقياس مدى والانحراف الزاوي للذخائر المختلفة وهناك كوة لإعادة تلقيم القذائف في الجانب العيسر من البرج ويوجد مكان تخزين للذخيرة في نهاية البرج كما تم تركيب كشاف أشعة تحت الحمراء XSW-30U Infrared إضافة إلى ضوء أبيض عادي والذي يمكن إزالته وتخزينه في جزء خلفي من البرج وعند وضع الكشاف في وضع الأشعة تحت الحمراء مع منظر الأشعة تحت الحمراء يمكن تثبيته بدلاً من منظر القائد TRP2A ويصل مدى حتى 1200 متر اعتماداً على الظروف في وضع الضوء الأبيض ويمكن أن يصل المدى إلى 1500 متر أما بالنسبة للدبابة الأحدث من ليوبردون وهي الـ A1A2 ونسخة الـ A1A4 فهذه الدبابات مزودة بكاميرات تلفزيونية للضوء المنخفض أو ما يطلق عليه اللولايت لفل تيفي مقصورة المحرك فهي مفصولة عن المقصورة القتالية بواسطة حاجز مقاوم للحريقة مجموعة الطاقة في الدبابة فتتكون من المحرك وناقل الحركة ونظام التبريد الذي تم ربطه بنظام فصل سريع والتي تسمح باستبدال حزمة الطاقة بالكامل في غضون 20 دقيقة فقط أما ناقل الحركة فيقترن بشكل مباشر بالمحرك وله أربعة تروس أمامية واثنتين من التروس الخلفية ويمكن تحريك التروس هيدرو كهربائيا ويمكن التحكم في النظام التروس أوتوماتيكيا أو يدويا وسرعة من الممكن اختيارها يدويا قبل الانطلاق باستخدام نظام مغير التروس العجلات تحت السرفة هي سبعة مغطاة بالمطاط مع عجلة الدفع أو ما يطلق عليها سبروكيت ويل في أواخر العجلات أما ما يطلق عليه الإدلر وهي العجلة التي تحافظ على ضغط الجنزيرة فهي في الجزء الأمامي من العجلات العجلة الأولى والثانية والثالثة والسادسة مزودة بممتصص دمات هيدرويكية الجنزيرة والسرفة مزود بأغطية مطاطية من الممكن تغييرها في حالة الثلج إلى إضافات معدنية يطلق عليها كراوسرز وذلك لزيادة مساحات سرفة ويتم تزويد المسارات ديل تراكس بغطاء مطاطي ويمكن تبديله بأخرى مناسبة للثلج وعند صيانة الدبابة يتم طي التنانير المطاطية المقوات بالفلاذ لأعلى وتعمل هذه التنانير الفلاذية على زيادة الحماية الباليستية وتقليل إثارة الغبار التسليح الأساسي لليوبرد 1 هو المتفع البريطاني L7A3 بعيار 105 مم يتكون من صبطانة من قطعة واحدة مرتبطة بشكل البرغي بمستقبل أو بريتش مع نظام التخلص من الغازات أو ما يطلق عليه بور إباكيويتر ويمكن تغيير الصبطانة في أرض المعركة في حوالي 20 دقيقة يفتح بيت نارج بالاوتوماتيكي بريتش ميجانيز مباشرة بعد إطلاق النار لقذف الدانات الفارغة إلى سلسلة الأظروف الفارغة تحت البريتش ويمكن لليوبرد 1 إطلاق جميع القذائف القياسية 105 مم المصنعة في كندا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا ويتم حمل 60 قذيفة موازعة ما بين 42 في الهيكل و18 في البرجة ترجمة نانسي قنقر